تعالوا نروح ليبيا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم لدى ليبيا عبدالله باتيلي بيقول إن المجتمع الدولي بيعلق الأمال على العسكريين في ليبيا وجديتهم في حل أزمة بلادهم ضمن مصار أمني تشرف عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا يعني الحقيقة أنا بعتبر ده يعني جديد يعني تطور جديد التصريح ده جيه في مؤتمر صحفي عقده باتيلي النهاردة في مدينة سيرت اللي بتشهد على مدار يومين انبارحه النهاردة اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة عشرة اللي كان اسمها خمسة زائد خمسة والمشكلة من طرفي النزاع العسكري الليبي باتيلي قال لمسنا في أعضاء اللجنة المشتركة العسكرية العزم والالتزام للعمل نحو السلام والاستقرار في ليبيا وما شهدنا في عملها يؤكد ان قوات مسلحة في ليبيا مستعدة لدعم العملية السياسية في البلاد الأستاذ محمد فاتح الشريف رئيس مركز العرب للدراسات مساء الخير يا فندي مساء الخير يا فندي معلم بحضرتك يا فندي معلم بكل مشاهدينك في الكلام أستاذ محمد يعني أنا باعتبر وحضرتك صلح لي ان ده تطور في طريق تفكير الأمم المتحدة اللي كانت دايما بتصدر فكرة الشعب والاختيارات والليبيين والأفراد والمواطنين بعدا عن المؤسسة العسكرية وتتويها برضو للموضوع لأنه هو يعرف عنده وسائل يعرف يحط مين ويشيل مين عشان يستمر يستفيد إنما النهاردة فيه تصريح مختلف إنه أطراف النزاع اللي مفترض أنا بندهش برضو من فكرة دي لكنها أصبحت وقعا إنه يتقال إنه في أي بلد فيه أطراف نزاع عسكرية إلى جانب القوات المسلحة صاحبة السيادة على أرض الدولة حالتك شايف الموقف إزاي من فضلك بسم الله الرحمن الرحيم طبعا في البداية يعني السيد عبدالله باتيلي جاء للبعشة الأممية للدعم أو تم تعيينه للبعشة الأممية للدعم في زلوف غاية في الصعوبة وكما تفضلت حضرتك وقلت في مطلح حديثك أن الأمور السياسية في ليبيا دائما ما تعود إلى الوراء بشبب التعاطي الخاطئ مع الأزمة ولمست حضرتك أنه تصريحات السيد عبدالله باتيلي قد تكون مختلفة لكن دعني أقول لحضرتك أن القاهرة في الأيام الماضية بزلت جهدا كبيرا من أجل يعني محاولة تنقية الأجواء وتجميع الفرقاء الليبيين وكانت هناك يعني جوالات في القاهرة بين رئيش مجلش الدولة ورئيش مجلش النواب والمشير الخليفة حفتر وسيد محمد المنيفي وغيرهم والمشري والمنيفي وكله كانوا هنا نعم نعم ويعني تم تغطية هذه الأخبار في حينها لكن يعني هل ده حضرتك تقصد النمو ده مما ساعم في الالتفات لوجهة النظر السليمة اللي كانت القاهرة متبنياها من الأول نعم نعم وتلك دي إرهاصات ومقدمات لأن القاهرة تريد أن يكون هناك حل ليبي من خلال تجميع كل هؤلاء الفرقاء ومن خلال محاولة أن يتم وضع استراتيجية مخالفة لما وضعتها الأمم المتحدة لأن الأمم المتحدة ومجلس الأمن وضعوا خرائط طرق بداية من اتفاق السخيرات وحتى اليوم كانت محصلة النتائج فيها سفر ولذلك السيد عبدالله باتيلي جاء لكي يكمل النقطة الإيجابية الوحيدة في الملف الليبي منذ 2014 اللي هي وجهة نظر مصر وجهة نظر مصر التي أدت إلى وقف إطلاق النار وبرلين واحد وبرلين اثنين طب إيه عام المخرجات اللي حصلنا عليها في اجتماع الأمس يا فن السيد عبدالله باتيلي كما قال في تصريحاته الصحفية وكما قال في الكلمة المتلفزة أنه استطاعت اللجنة العسكرية المشكلة أن تتوافق حول عدد من الأطر المهمين جدا والإطار الأول هو تثبيت عملية وقف إطلاق النار لأن عملية وقف إطلاق النار هي النقطة الإيجابية في المشهد الليبي بالإضافة إلى أن السيد عبدالله باتيلي وأعضاء لجنة 5 زي 5 التقوا المراقبين الدوليين والمحليين وبحثوا معهم إمكانية استكمال الأعمال الخاصة بوقف إطلاق النار وتثبيته بالإضافة إلى بحث الملف المهم في الأزمة الليبية وهو القوات الأجنبية والمرتزقة بالإضافة إلى أن السيد عبدالله باتيلي أعلن أن هناك ملف المرتزقة والقوات الأجنبية أن هناك اجتماع سيحدث بين دول الجوار وخاصة في الجنوب الليبي السودان والشاد والميجر حول هذا الملف والملف المرتزقة تحديدا بالإضافة إلى أن اللجنة أحدثت توافق لأول مرة حول وضع أليات تنفيذية حقيقية لكل الأطر السابقة التي تم تناولها وبالتالي هي نقطة إيجابية شكرا جزيلا لأستاذ محمد فتح الشريف رئيس مركز العرب للدراسات نروح لفاصل قصير جدا وشرفنا بعديه ضفنا لحوار هذا اليوم تفضل